موسوار بعد عطلة عيد الفصح استمرت تدعيات الأزمة المصرفية بأبروس مع الإجراءات الاستثنائية على الودائع ببعض بنوك جزيرة بدأت أبروس تحقيق قضاء إلى تحديد أسباب وصول الجزيرة إلى حفة الأفليس قبل ما تضطر توافق على خطة إنقاذ أوروبية ترفقيت مع شروط صارمة وقدت هالشروط إلى تحميل جميع الأشخاص يلي عندهم أكتر من 100 ألف يورو خسائر كبيرة بتوصل إلى 60% من أموالهم ببانك أبروس أكبر بانك بالجزيرة أما المودعين بمصرف لايكي تاني أكبر المصارف فعلينا الانتظار لعدة سنوات قبل الاستعادة وذائعهم ولكن ليس جميع البنوك بأبروس رح تتعرض إلى ضريبة وإنما فقط البنوك يلي أقردت اليونان جراء الأزمة المالية الأخيرة وقدم اليوم وزير المالية الأبروس استيقالته مؤكدا أن أحد أسباب أراره كان رئيس مجلس إدارة بانك لايكي يلي كان إفليسه عنصر رئيسة بالأزمة المصرفية الكبيرة وأصدرت الحكومة مرسوم بيهدف إلى الحد من هروب الودائع قضى بتقييد الصحوبات النقدية بالنسبة للمودع الواحد بالمؤسسة المصرفية الوحدة إلى 300 يورو باليوم أما بالنسبة إلى التحويلات إلى خارج المصرف فهي محظورة إلا بشروط دايقة ومنها أنه يندرج التحويل بإطار النشاط المعتاد للمودع على أنه يقتصر التحويل على مبلغ ما بيتجاوز الـ 5000 يورو أما بحالة روح التحويل بين 5000 و1 يورو و200 ألف يورو فعلى التحويل أنه يخضع إلى موافقة لجنة مختصة وعلى المودع تقديم المستنية السبوتية لتبليل حاشته الماسة للتحويل وإلى الأزمة بسوريا بعد ما قررت الحكومة السورية إعفاء المواد النفطية من ميزوت وفيول وغاز مستوردة حصرا من إيران من جميع الرسوم الجمركية وعم تشهد البلاد نقص كبير بالمشتقات النفطية مع تراجع إنتاج النفط بظل استمرار النزاع بسوريا ومن ناحية أخرى عم يلجأ الناس إلى بيع الدهب بشكل كبير ولسيما بمدينة حلب من أجل تأمين مصاريف المعيشة بالمدينة يلي كانت تنعد العاصمة الاقتصادية لسوريا وإلى السعودية يلي قامت بطرد الألاف من العمال اليمنيين بعد إنون جديد بخصوص العمال الأجاني بالمملكة مع ظهور سياسة جديدة تهدف إلى منح أفضلية التوظيف للسعوديين وقال مسؤول يمني أن عشرات الألاف من العمال اليمنيين تم تهجيرهم خلال الأيام الماضية ومن بين مليونين يمني خارج اليمن بتواجد حوالي المليون بالسعودية وبيحاولوا إلى بلادهم حوالي 4 مليار دولار سنويا لهم نصل لنهاية أخبارنا الاقتصادية للليلة ونعود لنتابع النشرة معكم ديمة ويزبك